يجري وفد أمني عراقي رفيع اليوم الأحد زيارة رسميا للعاصمة الإيرانية طهران بهدف استكمال تنفيذ الاتفاق الأمني المبرم بين البلدين والذي يتضمن ونزع أسلحة الجماعات والأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني والمتواجدة على أرض إقليم كردستان العراق وذكر بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي قاسم العراجي أن الأخير توجه إلى طهران على رأس وفد أمني لاستكمال تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران وذلك بتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد الشعى السوداني ويضم الوفد أيضا وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد ومجموعة من المسؤولين الأمنيين والحكومين العراقيين